تنجانيوز تتمنى لكم رمضانا مباركا سعيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وحد extraord drinking أطراف قنقر بترجمة نانسي قنقر نحتاج ايصاف المترجم للتعليم من المترجم للتعليم ومعرفة والتعليم المترجم للتعليم اشتركوا في القناة 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 الغلالة يجب ان يتحرون بشكل غاليه في الصناعة يطلب الصناعة التقليدية الأصيلة كل شيء يرجع كيبغي ببلدي 100% واحد ما بقى شيء ذاك الحاجة موضيغة قليلة لكينا وحفيقة دوك الناس اللي دايجا ما كيستعملوا شيء ببلدي دونك في العيدني كيجيو كيطلبولك ديك جلبة فاشن يعني شوية شفتخل فيها الرومي بلدي ولكن العامة كيطلبوا جلبة بلدية كتيفة طايحين فيها زواغ دمعلم فيها تنبات فيها الترز الباتي دونك كتبقى في إطار دي الصناعة التقليدية الأوريخين المية في مية هذه المتطلبات دي الزابون والمتطلبات الأخرى من ناحية الكاليتي التوبة لديك شيء يرجع الموالي الأتواب هم اللي يعود كي تكلفوا بديك شيء هذا يعني الكاليتي التوبة مزيان مليفة سوسدين التوبة جوهرات كريب هذه مسائيلة داعا ومحنا معنا علاقة بها احنا كنستقبله غير الخياطة الزوج ديالي راه تاجير في التوبة هداكي يكي استقبل هذا الناس ديالتوابات وهو على دراية بالأمر كتر مني الحمد لله في هذه الناحية دي أنا ويه في الضومين دا احنا عنا توينز رحنا بجوجبينة في ضومين واحد ماركة واحدة خدامين على مشروع واحد دونك معنا شي مشكل فاتش هذا لأنا بجوجبينة كان هو في ضومين وانا في ضومين كنت عن جبار مشكل ما غيكون شي كي حسبية ولكن انا معه فتامارة كي حسبية كان نضو مع بعثنا كمشيون محل مع بعثتنا الزبائن كيستقبلوهم مع بعثنا كنعيشو نفس الضغط انا وهو دونك معناش مشكل كنت عاونوا انا ويا فالدار كي عاوني على ولادتنا كي عاوني فشغل د الدار كي عاوني انا ويا فشغل د الزنقا دونك الحمد لله متفاهمين معناش مشاكي الفاتش هذا موسيقى وفي نسبة الزبائنة كنت أعرف أن أغلبنا نعمل مع الدراوش يعني نعمل مع الناس ضعفة وما نقول لك؟ يعني ممكن شي هي كانت ضيجة كسخيطة عندك يعني عندك واحد البجي اللي كستفع لك تجلابا كل عام أو لك أجي كستفع لك واحد القفطان كل عام يعني الإنسان يعني عارف الأتمينة يعني موضي لتحكي تخدموا أجيس قول لزيد لي واحد قداء واحد هذي كراء وكتجي عندك مثلا المرأة كتجيبار عند أولادها كتجيبار المرأة وكتقل لك أنا باقي لي الصبات باقي لي الصاك باقي لي هذي يعني ضروري كتتعامل يعني لما تتعامل تيشي راهما تخدمش نحن صراحة كأخدموا مع الشعب كأخدموا مع فئة للناس اللي ضعفة نص كبر يعني ما نكذبوش إليكم وأقول لكم نحن لا كأخدموا مع الحمد لله قتخدم مع الشعب مع ولد الشعب وإحنا ببرينا مفتوحة يعني أحسن أتمينا وكنواعدكم دائما بالجديد وحاجة مزيانة والفينيسيون صراحة بالنسبة للطرائف اللي كان دوزوا في عشر أيام الأواخير شا نقول لك لما كي يعرفوا شي بزاف المتتبعين وناس يعني اللي إنسان كي ضحي صراحة وكان عايشين شي يعني مع ولدنا يعني في حل أي واحد الله العادي خايتين كتنعاس ومتين خوفان يعني في بالك بياسة فلنفلانية ساعدك فلنفلانية خليوكل واحد على خاطرهم كجبار راسيك ساعدك عشر أيام الأواخرية ديك اليوم أي الأواخرية اللي بقى لك دلعيد الله يهدي بعد الزبانة بعد الزبانة الله يهديهم يعني كي جوك ساعدك النهار الأواخرية دلعيد مع اللي يدي جاء عملت لسياج يعني إحنا دائما كنفصلوا واق بياسة كان من السياج اللولين يعني كتقيس المرة مرة لولية عاد كس خدملا يعني الخدمة ديها لباش كس مش ديك شي لحقه وطريقه وأكاد جبار كيني بعد منهم يعني كي غلطوا كيني بعد منهم فرمهدان كي ضعفوا ديك شي لحاسب قالك معلنا مزيدنا قصلي منا واحد شوي احنا يا معناش الواقص ديك شي كتجبار يعني سيناك عندك لتزامة مع الناس يعني ضروري هادي مور هادي هادي مور هادي هادي مور هادي وبعد الكواليس كي وقعوا الناس صارة حسان شعن قولك خيلتي هناك تخدم تنلخر دلعيد تنتهلي لدلعيد وخرج بماحل ديالك ما محسن شي ما مخيط شي خيل ده بقى أنا كخيط وكبقى يعني تجر والله تجلب دلعيد بعد مرات يعني ما كان دركش نخيط الراس ومضحي بوقتك وبقي تسن سبعة صبح يعني شابر كوموند بلانشي معدل موفرون للناس وديت اهلم فاخر ما طف كيقول لك عصام حقا بطرما هنا شي حقا تنفتحوا دك ساعتك اجيدو ستتخلص صار حسان بقي بقي لحد الآن والله ما شبرنا رزاقنا فلوسنا ما كان شبروهمش يعني شو سينك شني مضحي وفلوسك ما كسديهمش تباد شي باشي صار حسان ولا جي سي صدر شوف باشي واحدة ولا جوش يعني بزاف للإنسان اللي كيكون كليان ديالك الإنسان كتحسبوه في حال خك وكتتقفه وكتتخدم معه ويجيلك سان الله خرد العيد ويقول لك فلوس ما كان شي وكتقوله سير كيقول لك عصاما ندوز لك قاعدت هيدك ومغربة ولا بغيتي تسالي معه يسلف له وشان قولك أخاي بالنسبة للضغوطات وطرائف من طرائف اللي كانت تذكار دا بدل عمليفات ماشي العمليفات العمليق بالمكورونا لان العمليفات كنا خدمنا شي باراك كان عقل واحد النهار واحد تجريل با فصلناها ثان ثلاثيام قبل العيد جتنا عندنا وحكي لي انا مسكينة انا ما كان شي قازولي فلوس دا بعد قازولي فلوس ودا بعد جيت لعند كوموادي انا قدرت شي مسكينة من شبر شي من عندها شبرت من عندها وفي ذيك ثلاثيام فعلا وجدنا لاتجلابة وليلا دل عيد خيل ليلا دل عيد انا كان نبتاله في الدر ليلا دل عيد خمسات صباح عاد سري تمنى التنبات والله والعطفة عدلتاله بيدي يعني نقول لك معاديك ستات سباح عاديك بلانتشي تالا فضة وجارجلان عندي حتان الدار وعطيتوا تجليل با باش دهال ساعتين دم مقانا نعسا كان سمعاديك الله واكبر تكبير دل عيد بسباح هذي منطرائف اللي كان وقعولي في الليلة دل عيد وش هنقول لك الليلة دل عيد كان قوزواها في الخدمة احنا كان خدموا احنا كان خدموا حتاني ليلة دل عيد ما عايشين شي معا وليدتنا مساكن فاد الضروف بعد سيخطد رمضان قد نقول لك الاعياد اخرى ولمو مواسيم اخرى كان عيشوا شويش دار و شويش خدمة ما العيد صغير ما كان عيشوشي لان العيد صغير معروف دل جلة ومغربية نظر كان بقوخة دامين كان ريسكي والحمد لله الفضل دي النفتشي كامل هو كليا يكون فرحا يعني كل شي كي يقوز وكل شي كي هون في خاطر المرأة المغربية تكون فأبها اشتركوا في القناة دابا كين واحد شويش نقول لك واحد عشرين تن ثلاثين فمية مش ديك الاي قبل اللي كان ما قبل كورونا ونتمنى والله خير ان شاء الله لي ما جيكون حسن على الله ما تكون شي شي حاربة ولا شي عراقي الاخرة ما جاء في الطريق حنا الحمد لله دابا بدينا كانت نفسو شويش مع دراوش ومعا الناس دينا اللي دبحة لينتوافدوا علينا الجالية المغربية اللي تقولهم هاو ما جونا عنا كيدفعونا شبارة كدت جليل بات الحمد لله دايما انفد مجال دينا كان حمد لله هو ان شاء الله هو الموعين عشان قول لك الصعوبات انا ارجع معاك ان واحد سؤال ترحته على النسا على هاد النسا اللي هدرنا عليهم هادهما الصعوبات كين واحد الفئة النسا صعابة شويش كين امرالي كين عندك كدفع لك تجليل با كتقيسالا كتعمل لي سياج لولاني كتجي هاتجل لبغزالا كتحمق هي هدك كتمشي كترجع كتقول لك عوخ سنين قيس نتين اصافي خدم تتراسن ديالا كوز سلي قوز شنين هتفتق شنين هتعاوض هيا معرفاش بانا ديك فتق وديك شي راكتخلص من جديد الرواما راكتخلص صناعي من جديد كيتعاود كل شي تنا خاسر يعني ديك بركة اللي ربحتها معاها مني كترجع لك هي بياسة تنا كتعطيها ديك الرباح كتبقى على الله هدو الصعوبة اللولين صعوبة التانين وهي ان كيفاش تكسب كليان يباش تقنعها بموديل وباش بعدها ترضيها باش توافق و تقول لك صافي أنا نتفع لك هادي تعمار عنا واحد صعوبة عراق و باش نقنعوها هدو موديل تخيطو إلا ما قنعتها ستمشي الخياطة عطاهم الله و احنا مشي في صالح دينا كل يان يمشي صالح دينا كل ما شبرنا شبارة تبقى عنا في الماحل و احنا عاو كامل علينا كنت تقنو لهم الحاجة و نعطيهم مادة كامل ينبغي و اللي كتنا لإعجاب ديالهم باش كنا ربي و عاو كليان ديتوين ذكير قدائما و مرحبا بالجامع اه شانكو لك اخي شوف بالنسبة نزوبانة حال و احوال كينا السيدة اللي كتجين عندك تينا كتطيها الديزاين ديالك كتقول لها هذا السيد ديالي و غيجي كماني فيك و ما افشي كتقول لك لا انا جيبت لك موديل في التليفون غتعملي هذا اللي في التليفون ما تقدرش يتناقش معها بينسوي غادي موديل في التليفون و كينا شكلينا اللي كتتق فيك و ديجا كتخيط عندك دائما كتجين عندك تقول لك مثلا نوها او لا خلي هاد ادد جلبة في يدك عملي في عاداد والله العظيم اللي عاداد فدر رمضان كيقولوا لي هاك هاديتي نعملي بدوقك موحدة ماجوج و كانعملوا لستيل ديالنا تصميم ديالنا الحاجة ديالنا مليون في مية و تبارك الله كتطلع تسوحفة و كتفرح و هاديك هي شا ما نقول لك دو كل غينة ديالنا ديك هي الدنيا و ما في عيدك الفرحة اللي كنشوفوها على وجامل كيعجبها ديك جليل بديالة او لقفطان او لذيك شي اللي و اخيران كنوجه رسالة زبنائنا الكرام الله يجاز لكم بخير عضرو الصانع المغربي والله العادين الى كيبدي الواحد المجهود كبير بايش يرضيكم يعني بايش كل واحد يخلي خاطر ما كان نظر شي لنفسي كان نظر لجميع الخياطين في المغرب والله الى كل شي يضحي كل شي يبقى صهران صراحة كل واحد كل واحدة ركت برخارج على الضر دياله كتجري كتضحي بايش كل واحد ما فيها عيب الانسان يعني ده بادي العواش حنا في العشر يام الاخر الانسان جبر شي يعني كتجبر الله يحسن العون يعني الخياط كل واحد تشوف هو اللي كيكون في الوجه دائما هو مر الماحل بعد المرة سين كتجبر المشكل كيكون شي جلاب ما يجي يجي معان مر الماكينة يجي معان طرز يجي مولات جوهر ولكن كيكون يبقى في الوجه هو مر الماحل يعني اولى مولات الماحل يسمى فيها عيب الانسان يتفهم مع بعض هذي عشر يام او اخير يعني كان تمنى كل واحد يبقى على خاطره وتالي ما بقت شي على خاطره اتم ما والو جلاب يعني جلاب ولا ملو سي باش الدنيا توقف تفهمنا يعني وكان نقول لكم عواشر مبروكة والله يدخل عليكم العيد مبارك مسعد وباش ما كتتمنوا رسالة الاخيرة اللي مبغين نقول بعدها تفارك الله عليكم على هذ التفاتة طيبة وعواشر مبروكة للجمهور المغربي وصفى عامة اللي كيشاهدنا في تانجانيوز وكان تمنى لهم العيد يكون مبارك سعيد قبل من الموعد ديالو وريسالة كان وجهة كبيرة وتحية كبيرة بزدف بزدف نصنع تقليدي الناس اللي ما كيبان نسيجون والخافاء اللي احنا ما كنشوفوهم شي اللي كي تعدبوا اللي تهم مساكل اللي يبرا والخير تبارك الله عليكم ورأنتم هما كل شي ونهاركم مبروك وليلة سعيدة وشكرا بيتي